تشارك الإدارة العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هذا ويأتي الاحتفال بهذا اليوم والذي يوافق الأول من مارس من كل عام تحت شعار التقنية المبتكرة في خدمة الدفاع المدني يأتي الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يوافق الأول من مارس من كل عام ليمثل حلقة إضافية لدور الدفاع المدني الرائد في حماية الأرواح والممتلكات وصون المقدرات الوطنية تحتفل لدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني مع شركائها في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني على اعتبارنا ذي اليوم دوة همية كبرى من حيث التوعية والتثقيف في مجال الحماية المدنية بمنظورها الشامل طبعا جاء شعار السنة تحت مسمى تقنيات مبتكرة لخدمة الدفاع المدني اللي يتماشى مع استراتيجات وزارة الداخلية اللي يرسم معالمها سيدي معالي وزارة الداخلية واللي تركز بشكل أساسي على استقطاب التكنولوجيا ومبادئ الذكاء الاصطناعي اللي تساهم بشكل كبير في إدارة أي حدث طار على قدر الله سواء قبل الحدث في مرحلة الاستعداد والتوعية للجمهور والاستجابة وانتهاء بمرحلة التعافي طبعا جاء ذلك تماشيا مع برنامج عمل الحكومة ومع أهداف التنمية مستدامة لتبنتها المملكة المحرين يحمل الشعار هذا العام العديد من الأدوار الرئيسية للدفاع المدني في مجال تقنية المعلومات حيث تعتبر وسائل الذكاء الاصطناعي والرصد والتحليل باستخدام تقنية المعلومات من الوسائل الفعالة للحد من مخاطر الطوارئ والمساهمة في إدارة الحوادث والتعافي من آثارها بشكل سريع يطمن عنصري الفاعلية وسرعة الاستجابة يأتي دور إدارة العمليات والإدارة العامة للدفاع المدني بتلبية كافة البلاغات ونداءات الاستغاثة على الفور ما يقتصر دور الإدارة فقط على الاستجابة الفورية إنما هناك العديد من البرامج والتدريبات التي تقوم بها الإدارة وذلك استعدادا للتعامل مع هذه البلاغات يتم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتنفيذ التمارين الخارجية للتأكد وضمان رفع الجاهزية ويوجد لدى إدارة العمليات أيضا فرقة تخصصية للتعامل مع المواد الخطرة وأيضا فريق البحث والانقاذ تم تدشين آليات الدفاع المدني مؤخرة من قبل سيدي معالي الوزير الداخلية وهي تكون من 23 آلية بكافة أنواعها إدارة الحماية والسلامة تقوم على تقديم ما يقارب 54 خدمة تم انتقال عدد من تلك الخدمات إلى الخدمات الافتراضية من خلال موقع الحكومة الإلكترونية وننشير أيضا إلى أن حصول الإدارة العامة للدفاع المدني على تقييم ذهبي في تقييم مراكز الخدمة وهذا العمل جاء بناء على جهد متواصل وعمل جماعي مشترك للوصول لهداف العمل الحكومي المعلن وخطة مملكة البحرين كذلك وننشير إلى وجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم كافة تلك الخدمات والتي تسهم إلى حماية الأرواح والمتلكات وكذلك إلى توفير بيئة آمنة للمستثمرين في مملكة البحرين تعد السلامة العامة في كافة المجالات هدفا ساميا يعمل الدفاع المدني على تحقيقه وواجبا أمنيا ينهض به في كافة الظروف كون السلامة العامة أحد العناصر الرئيسية في عملية التنمية المستدامة وحماية المجتمع ككل